انا مروه انا هحكي لكم حكايتي بس قبل ما احكي حكايتي ما تنسوش شركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا مروه عندي 25 سنة من عيلة عادية وش متدينة قبل بالنسبة ليهم صلة وصوم بس لكن عند اللبس كنت عادي بلبس برحتي محدش كان بيقولي حاجة كنت بلبس بناطيل ديقة وميكاب وحاجات عريانة وانا كنت حاسة ان دي حاجة غلط لاني بشوف البنات اللي زي اصحابي كانوا بيلبسوا كده ولكن حصلت مفاجأة قيارت حياتي 180 درجة سحيت من النوم وقمت علشان نلبس والبس اللبسي اللي هو البنطلون الدايق والبلوزر قصيارة ورحت الجامعة علشان اقابل صحابي ونتقابل هناك صحابي في الجامعة اتنين هدى وباسمة وبعد المحاضرات عنا في الكفتاري هدى صحابتي قالت لباسمة عملتي ايه مع احمد يا باسمة قالت لها سابني ومشي علشان قلت له جايلي عريس جاهز وبابا موافق عليه هدى قالت لباسمة يبقى مش بيحبك فباسمة قالت انا غلطانة علشان مشيت معاه وخرجت معاه كذا مرة قلت امشي مع نفسي شوية ومركبش حاجة وانا ماشية لقيت شباب ماشيين ورايا مديت خطوتي شوية قلت عادي لقيتهم فعلا قصدني عادت انزل في جدوم شوية لانهم كانوا قصيرين قوي وبص ورايا لقيهم برضو لسه ماشيين ورايا وصل واحد منهم لي ومسك ايدي وقال لي انت راحة فين ما تهدل شوية ايه الجمال ده وبقى يقول لي كلام غريب صوت كتير وقلت له ابعد ايدك عني الحقوني لقيت بنت جاية مع واحد من بعيد ويبيجروا علي الراجل قال للشباب انت بتعمل ايه منك ليه سيبوا البنت قالوا الشباب حاجة متخصكش يا عم قالوا وقالوا خد المدام وامشوا الراجل طلع المسدس وقال لهم انا اللي واعز الدين هتسيبوها ولا جرجالكم على الحبس ردوا الشباب وقالوا احنا اسفين يا باشا وطلعوا يجروا وقالت للبنت مالك يا حبيبتي مني الشباب دول وكانوا بيعملوا معاك كده ليه وقلت لها انا معرفهمش خالص ولقيتهم ماشيين ورايا وبدأوا يعكسوني وكانوا عايزين يخطفوني وقعدت عايت عايت للبنت يعني واحدة ماشية في الطريق ده وما تزعلش مني وبالهدومة الديقة دي قالت مروة انا اسفى اخر مرة مش هعملها تاني فقالت لها ولا يهمك يا حبيبتي انت لو كنت اللابسة لبس واسع وسطر جسمك ما كانوش هيعملوا معاك كده اقتنعت بكلامها وحسيت براحة كبيرة وهي بتكلمني وبدأت تتعرفني بنفسها هي وجوزها وقالتلي ان اسمها حنان وقلت لها انا عايزة اعرف حاجات كتير انا مش عارفاها ممكن رقمك اكلمك قالتلي حنان ماشي يا حبيبتي وقلت لنفسي دي ممكن تكون اشارة من ربنا علشان اللبس اللي انا بلبسه ده وصلت البيت ماما قالتلي ايه اللي اخرك كل ده يا مروة قلتلها كنت مع صحابي يا ماما في الجامعة انا هتخل لنا تصبح على خير ودخلت قبتي واتصلت بحنان وقلتلها ازايك يا حنان انا مبسوطة اني بكلمك ردت حنان وقالتلي وانا كمان يا مروة قلتلها انا عايزة تغير بعد الموقف اللي حصل حسيت فعلا اني غلطانة لاني سمحت لنفسي ان حد يعمل معي كده بسبب لبسي بس انا بق بس انا معزورة برضو يا حنان وعمري ما حد قالي ان اللي انا بعمله ده صح ولا غلط او لبسي مش كويس وكنت بشوف صحابي لبسين كده زي انا خايفة قوي وعاوز اقرب من ربنا اكتر لاني حسيت ان اللي حصلي ده اشارة من ربنا انا عزراك يا مروة ومصدقاك ان محدش علمك الصح من الغلط انت محتاجة بس تقربي من ربنا اكتر وتدعي اني يقويك ويمكن ربنا جعلني سبب لك وانا معاك ومش هسيبك لو محتاجة اي حاجة قوليلي احنا خلاص بقنا اخوات واقتنعت بكلامها وفعلا بدأت اصلي وضع ربنا يخفر لي ويثبتني ويقويني ويخليني امشي في الطريق الصح وكررت ان اغير من طريقة لبسي قلت لماما انا عايزة فلوس علشان انزل اشتري لبسي واسع شوية علشان اللبسي تضايق بقى يضايقني ماما قدتلي انت كده هتقباني نفسك في السن باللبس الواسع ده ومش هيجيلك عرساني واتصلت بحنان وقلت لها انا اقتنعت بكلامك ودعيت ربنا يقويني ويثبتني بس الماما مش عايزاني ألبس اللبس الواسع ده وتقولي اللبس الواسع هيكبرك في السن ومش هيجيلك عرسان ردت حناني عليا وقالتلي بالعكس اللبس الواسع هيبقى حلو عليك قوي وهيحليك اكتر والعريس اللي هيتقدم لك هتبقى غالية قوي عنده وهيتقي ربنا فيك وهيعملك احسن معاملة قلت الحناني طيب تعالي يلا نخرج مع بعض ونشترك دوم ونتفرج كمان على اللبس وروحنا مع بعض نتفرج على المحلات انا وحنان والسنين هدوم كتير قوي وعلمتني ازاي ألبس الطرح وروحت وانا لبسها روحت البيت واول ما ماما شافتني قالتلي ايه اللي انت لبسها ده ده مكبرك خالص قلتلها انا مرتاحة كده ومش مكبرني ولا حاجة رد بابا عليها وقال لها سبيها على راحتها قالت ماما ماشي تبقى تشوف بقى مين اللي هيتجاوزها دخلت قطي عاية ودعيت ربنا يسبتني ويقويني على القرار اللي انا خدته واتصلت بحناني وقلت لها اللي قالتولي ماما ردت علي حناني وقالتلي ولا يهمك ان شاء الله ربنا هيجازيك خير ورحت الجامعة صحابي اول اما شافوني قالولي ايه اللي انت لبسايا ده يا شيخة مروة قلتلهم على اللي حصلني من الشباب اللي عكسوني واللي انقذني من الموقف ده حنان وجوزها وبدأت احكي لهم بالضبط على اللي حصلني لحادي ما لبست اللفس الواسع ده والحجاب هم كمان قرر يلبسوا زيي واقتنعوا بكلامي وروحت البيت لقيت حنان بتتصل بي بتقولي ان جالة عريس مهندس متدين وقالتلي ان هو شافني وانا نزلة من عندها قبل كده واعجب بي بقيت مش مصدقة واتفقنا على معيد علشان يجي تقدمني في البيت وجي العريس البيت وطلع الشكل وحيل وقوي بصراحة وكنتش مصدقة وبدأ يتكلم مع بابا ويقوله انا اسمي اياد تمانية وعشرين سنة ومهندس مع ماري وانا معجب بالانسة مروة وبدأ يتكلم عن نفسه وبعد شوية بدأت اتكلم معي وحاسيت براحة في كلامه قوي معاه ووفقتي بيه واتفقنا على معيد الفرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر